خطة زراعية شتوية هي الأوسع مقارنة بخطة السنوات العشر الماضية تأتي بعد تأمين الإطلاقات المائية والتجهيزات الزراعية لأكثر من ثلاثة ملايين دونم في مختلف المحافظات قام مباشر بين السيد وزير الزراعة والسيد وزير الموارد تم الاتفاق على أعداد خطة تقوم على أساس 4 مليون و800 ألف دونم منها 3 ملايين و140 ألف أراضي صحراوية ومليون و660 ألف دونم أراضي تروى بشكل مباشر من مياه الأنهار يعني ريسيحي فضلا عن ذلك هناك مليون و250 ألف دونم للبساتين مع 200 ألف دونم من ضمن المليون و250 ألف خصصة لزراعة محصول الشعير هذه الخطة أعدت على أساس الرصيد المائي والخزين المائي الموجود لهذا الموسم وزارة الموارد المائية أكدت تأمين الحصة المائية من ثلاثة موارد رئيسة أهمها الإطلاقات المائية الخارجية الواردة عبر نهري دجلة والفرات والآبار الارتوازية ومياه الأمطار موارد تحققت بعد إزالة التجاوزات والمتجاوزين من العنى الأنهري والقنوات الإروائية تشكيل غرف عمليات في جميع المحافظات برئاسة مدير عامة ومعاون مدير عام في كل محافظة إضافة لذلك فإن هيئة التشغيل أيضا شكلت لجان في كل محافظة لمتابعة التصاريف الواصلة إلى هذه المحافظات تترافق معها إجراءات إزالة التجاوزات من بداية الحملة من تاريخ 6-11-2022 ولغاية هذا الحد والتي تحتبرية من الإجراءات في تيمين المياه في الخطة الصيفية الماضية والخطة الشتوية الحالية لهذه السنة والعام الماضي بحدود 30 ألف تجاوز منها 10 ألاف تجاوز بحيرات أسماك وتتوقع وزارة الزراعة أن يكون إنتاج الخطة الزراعية وفيرة سيما في محاصيل الحنطة والشعير يأتي ذلك بعد تقديم دعم حكومي كبير في توزيع المرشات الزراعية الحديثة والبذور والأسمدة ورفع الحكومة أسعار شراء المنتجات الزراعية المحلية ياسر عامر العراقية الإخبارية